التقى وزير الدولة محافظة العاصمة عدن أحمد لملس نايف رئيس مجلس الشورى وحيامان وصعرض لملس في اللقاء مشروع النافذة الالكترونية والربط الشبكي للإرادات واليات العمل المتبع وفق النظام والقانون مشيرا إلى وقف الهدر المالية كما قدم فريق عمل المركز جرحا عن طبيعة الماهم الجارية على المستوى المديريات وصولا إلى المحافظة إضافة إلى العمل الجارية بإدخال الضرائب والواجبات ترجمة نانسي قنقر